استهداف التعليم ومحاولات التلاعب في المنهاج الفلسطيني هي هدف يعمل عليه الاحتلال بطريقة ممنهجة من خلال الضغط على الدول المانحة لتقليص الدعم لهذا القطاع من هذا المنطلق عقدت وزارة التربية والتعليم والائتلاف التربوي ودائرة شؤون اللاجئين والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد مؤتمرا صحفيا لإطلاق أسبوع العمل العالمي للتعليم بعنوان استعمار التمويل المالي الاحتلال هو منهاج العنف والتمييز العرقي والقهر والسلب والتطاول والتطرف وكل الكلام هذا يمارس يوم وريوم وريوم فالطالب يعيش في هاي الأجواء ويتشربها كل طالع انهار جود فلسطين ليس فقط جزء من هذا الحراك العالمي بينما على رأس الحراك في الدفع باتجاه انهاء هذا الموضوع اللي هو استخدام التمويل في الضغط على الدول في تغيير مناهجها او تغيير اساليب تعليمها او اي قضية تتعلق في التعليم هذا يجب ان ينتهي المجتمعون هنا اكدوا ان الارتقاء بالتعليم ونوعيته لا يمكن ان يتحقق دون تمويل مستدام ما دفع بوزارة التربية والتعليم لاطلاق برنامج تبني المدارس من قبل بعض الدول والاشخاص من خلال التمويل الذاتي لتحسين البنية التحتية للمدارس وتفادي اي ضغوط قد تفرض هيمنتها على محتوى المنهاج الفلسطيني موضوع التمويل الذاتي لعملية التعليم وعدم الخضوع للابتزاز السياسي للمال السياسي القادم من الدول الداعمة وهذا كان فيه برنامج الوزارة المتبنية اللي هو تبني المدارس وفيه اكثر من 1300 متبني الى الان من الجالية الفلسطينية ومن بره بقوموا بدعم العملية التعليمية المستمرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر في مدارس وكالة الغوث كانت هي الاخرى على برنامج هذا المؤتمر الذي حذر من خطورة ما يحدث فما يزيد عن خمسين الف طالب يحرمون اليوم من حقهم في التعليم نتيجة لتعنت ادارة الانوروة في تنفيذ مطالب العاملين فيها ما سيؤدي لكارثة تعليمية اذا ما استمرت هذه الازمة اليوم داخل مدارسنا في مدارس المخيمات في مدارس الانوروة لا يسمح برفع العلم الفلسطيني لا يسمح بالنشيد الفلسطيني لا يسمح باستخدام اسماء الكرة المدمرة والمهجرة لا يسمح بالحديث عن حق العودة كل ذلك تحت ذريعة الحيادية وتحت ضغط اتفاق الاطار ما بين الوكالة والولايات المتحدة الامريكية المؤتمر يسعى الى انهاء استعمار تمويل التعليم للحفاظ على الرواية الفلسطينية في المناهج وعدم شيطنتها وربطها بالتمويل لتغييرها بما يستجيب مع رواية الاحتلال المزيفة اشتركوا في القناة